بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello, my students. How are you today? All good? Great. نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة، لغة انجليزية وموضوع الدرس My body, eye and ear معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصف هي looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس Listening ears آذاننا تسغي وتستمع إلى ما يقال Quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في الدرس Helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم أيدي المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة Lesson 6 is my body ماذا تعني هذه العبارة؟ تناولنا هذا الدرس لمرات عديدة خلال الأسابيع الماضية أيضا تناولنا هذا الدرس لمرات عديدة أيضا في الفصل الدراسي الأول عندما تعرفنا على كلمات مثل Head and Arm وفي الأسابيع الماضية تعرفنا أيضا على كلمات مثل Eye and Ear إذن كلمة my body ماذا تعني؟ Great job أحسنتم تعني جسمي لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس The main objective After this lesson My students will be able to name their body parts مع انتهاء هذا الدرس بأكمله بإذن الله ستتمكننا يا طلابي وطالباتي من تسمية أجزاء الجسم باللغة الإنجليزية Learning objectives أهداف التدريس After this class You will be able to مع انتهاء هذه الحصة ستتمكننا يا طلابي من التالي Point to the eye and ear الإشارة للعين والأذن عندما يطلب منكم ذلك باللغة الإنجليزية Name the eye and ear in English تسمية العين باللغة الإنجليزية أيضا الأذن باللغة الإنجليزية Write the words eye and ear كتابة الكلمات Eye وتعني عين Ear وتعني Great job تعني أذن ماذا نشاهد هنا Look at this face What is this What is this In English أصبحنا نميز معنى هذه الكلمة باللغة الإنجليزية What is this This is Repeat after me I I I I Excellent What is this What is this Ear Excellent Repeat after me Ear 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 Great job How many eyes do we have How many eyes Two Excellent How many ears One Two Great job Look at this picture Look at this picture فلننظر معا لهذه الصورة What is this What is this Eye Excellent كيف نكتب كلمة eye Letter e Y And e Eye 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 Great job What is this Ear Great job Tabda Be letter e And A Then R Ear 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 Point to your eye Great job Point To your ear Where is your ear Where is your ear Great job أحسنتم Now open the book Open your book نفتح الكتب Page 324 صفحة 324 Practice number one التمرين الأول Listen and point ماذا تعني listen نستمع ماذا تعني point 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 تعني نشير نستمع للمقطع الصوتي ونشير للكلمات Practice one Listen and repeat Ear 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 Eye 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 Great job أحسنتم يا طلابي Practice number three التمرين الثالث Match ماذا تعني match Match نصل أحسنتم نصل بين ماذا وماذا بين الصورة والكلمة المناسبة فلننظر معا لهذه الصورة What is this What is this In English In English Is it eye or ear Is this eye or ear Eye Great job نصل الصورة بالكلمة الصحيحة Great job أحسنتم يا طلابي Practice number four التمرين الرابع Trace and match ماذا تعني trace نكتب على ماذا على النقط أحسنتم نكتب الكلمات على النقط ثم نصل الكلمة بالجزء المناسب من أجزاء الجسم Let's start لنبدأ معا الكلمة الأولى Eye ماذا تعني كلمة Eye كلمة Eye تعني عين أم أذن Excellent كلمة Eye تعني عين Where is this boy's eye أين هي عين هذا الولد Great job أحسنتم نصل بهذا الشكل الكلمة الثانية Ear Ear ماذا تعني كلمة Ear E A and R ماذا تعني كلمة Ear تعني أذن أحسنتم Where is this boy's ear Great job Great job this way هل انتهينا من هذا النشاط نكتب على النقط ثم نقوم بالتوصيل Practice number five التمرين الخامس Draw خالد's ears ماذا تعني هذه الجملة Draw ماذا تعني كلمة Draw تعني نرسم فلنستمع للسؤال مرة أخرى Draw خالد's ears This is خالد Draw خالد's ears ما هو المطلوب من هذا السؤال نرسم أذني هذا الولد اسمه خالد هذا النشاط سيكون home work سهل جدا المطلوب هو أن نرسم أذنين لهذا الولد Recommendations أو التوصيات Do your home work نحل الواجر المنزلي نرسم خالد's ears Draw خالد's ears Practice نتدرب كيف نتدرب على هذا الدرس أولا نراجع الكلمات التي تناولناها في الفصل الدراسي الأول Head Arm وأيضا نراجع العبارات التي تناولناها أو الكلمات خلال هذا الفصل الدراسي I and ear ماذا أيضا نردد هذه الكلمات نحاول نحاول اكتشاف أجزاء الجسم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر